اشتركوا في القناة الثالثة عشر هو انجاز يتجدد لمملكة البحرين يضاف لسلسلة الانجازات التي تحققت في العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى الذي شجع ودفع دائما لتكون البحرين وجهة رئيسية بالمنطقة لاحتضان مختلف الفعاليات وقد اشاد سموه بالجهود المخلصة التي يبدلها سموه ولي العهد على صعيد رياضة السيارات لا سيما سباق الفورميلوان الذي كان له التأثير الواضح في تعزيز مكانة مملكة البحرين على خارطة الرياضة العالمية موجها سموه الشكر والتقدير لكافة المواطنين والمقيمين والمساهمين في ابراز هذا السباق معربا سموه عن فخره واعتزازه بموقفهم الصادق والكبير بالمشاركة الفاعلة لانجاح فعاليات هذا الحدث مقدرا سموه الجهود المتميزة التي بدلتها حلبة البحرين الدولية ورئيس أعضاء الاتحاد البحريني للسيارات التي ساهمت بشكل واضح في التحضير المثالي الذي انعكس بصورة واضحة على نجاح هذه التظاهرة الرياضية العالمية على أرض المملكة وقال سموه لقد عشنا مع الأسرة الرياضية لحظات ممتعة من الإثارة والتشويق والحماس في هذا الحدث العالمي الذي شهد جهودا واضحة من قبل الشباب البحريني حسب موقعه الذي أشعرنا بالفخر والاعتزاز الكبيرين حيث تدل هذه المشاركة الشبابية على حرصهم للتفاعل والإسهام في هذا التجمع الرياضي العالمي الذي تحتضنه مملكة البحرين وهنا سموه المتسابق الألماني سبستيان فتل من فريق فراري على تحقيق المركز الأول بسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج فورميلوان لهذا العام وثمانيا سموه حظا أوفر لبقية المتسابقين في السباقات القادمة